في عندنا المفاصل وهنا المفاصل دي مهمة جدا ولا يخلق منها سيلة في الامتحانات لأنها مهمة جدا قلنا فيه منها تلات أنواع إما المفاصل الليفية أو المفاصل الغضروفية أو المفاصل الزلالية طبعا المفاصل الليفية قلنا دي اللي موجود عندنا بتلتحم الأزام اللي موجود عندنا تلتحم الأزام اللي موجود عندنا في المفاصل دي بواسطة أنسجة الليفية مع تقدم العمر بيتحاول النسيج الليفي إلى نسيجة عظمي ده اللي بيبع عندنا فين في عزام الجنجمة ماشي طبعا دي لا تسمح بالحركة قونا دي زي المفاصل اللي بتربط عزام الجنجمة ببعضها من خلال الأطراف الاي المسننة طب النوع التاني قونا المفاصل الغضروفية وهي مفاصل قونا بتربط بين النهايات الاي لعزام الاي المتجاورة ودي بتسمح بحركة محدودة جدا زي مفاصل الغضروفية اللي بتوجد بين فقرات العمود الفقري أما بقى المفاصل المهم أو اللي هي الزلالية ودي شكل معظم مفاصل الجسم ايه لأنها بتغطي سطح الايه العزام المتلامسة في المفاصل بطبقة رقيقة من مادة غضروفية شفافة وملساء قونا بيسمح بايه بحركة العزام بسهولة وبقى الاحتكاك طيب ايه هي بقى المفاصل قونا دي مفاصل دي دي منها مفاصل المرينة تتحمل الصدمات وتحتوى زي المفاصل على سائل اللي هو المصلي أو الزلالي ده اللي بيسهل من الغضروفي اللي موجود عندنا طبعا لو نشف السائل ده بيعمل لنا مشكلة اللي بنسميها لانزلاق الغضروفي اللي معروف عندنا وده اللي بيقى سبب علام شديدة جدا بالنسبة من ده اللي بيصاب بيه طيب ازا السائل المصلي أو الزلالي ده بيسهل من انزلاق الغضروفي اللي بتكسو اضراف العزام دي اللي هي امثلة ان مفاصل عندنا نوعين اما مفاصل محدودة الحركة دي اللي بتسمح بحركة ايه اللي موجودة عندنا في اتجاه واحد زي احد العزام اللي في اتجاه واحد وفق زي مفصل الكوع بعملوا اللي موجودة عندنا اللي الداخل معروف سعملوا للخارج ونفس الهكاية في المفصل بتاع الرجبة برضو في اتجاه واحد باتنيها لجوة لما معروف سأيه ارفحها واتنيها للخارج انما عندنا الواسعة قلنا دي اللي بتسمح بحركة العزام في اتجاهات مختلف زي عندي مفصل الكاتف بعمل ايدي زي من عايز يمين شمال زي من عايز ونفس الحكاية والمفصل بتاع ايه الفاخد برضو بعمل لجلي يمين وشمال وهكذا ماشي? طبعا بتبني الحكاية دي لما بنيجي ادي بقى شلوت ولا حاجة بتبقى بيين ايه انت بتحركة ايه زي ما انت عايز ماشي? طيب بعد كده الاربطة ان الاربطة دي لها ايه لنوحة هزم منفصلة ان دي برضو من نسيج الضم ليفي وخلي بالكم اول ما ايجي ايه حاجة من دي دي كلها نسيجة ضمة زي ما اتفقنا طيب بقى الاربطة اللي موجودة عندنا ايه دي عبارة ايه حزم منفصلة من النسيجة الضم اللي في اهميتها ان هي بتعمل عربطة العزام بعضها مع بعض طيب بخلي بالك كله ده من الكلم عن عزام بعضها مع بعض ماشي? دي بتبقى بعضها مع بعضة عند مين? عند المفاصل دي برضو بتحدد حركة المفاصل في الانتجاهات المختلفة. طبعا مهمة جدا ودي اهمهم الاربط اللي كلنا بنسمع عنه اللي هو الاربط الصليبي ماشي? طب ايه الملأمة نظهية ليها انها بتتميز الياف الاربطة دي بالمتانتها القوية. ووجود درجة من المرونة بتسمح بيزيط طولها طبعا كل ما كانت مرينة بتزود الطول قليلا حتى ايه ما تنقطعش. في حالة تعرض اللي موجودة عندنا المفصل ايه لضغط خارجي. ودي في بعض الحالات قد يحدث سمزق وده بنشاوه في اللي ايه فيه لعيبة الكرة كتير يا هده السمزق والاربطة دي عند حدوث بتوقفي بعض المفاصل ايه? زي قلنا في الرباط الصليبي اللي موجود في الفصل الرجبة. وده اللي احنا بنتكون نقول ان هو بيتكون من اربع حاجات زي ما انت ساعدتك شايف فلسنا. رباط الصليبي بيبقى فيها. رباط اللي موجودة عندنا. مشي صليبي امامي. وصليبي خالفي. دي اللي عندنا في النص هنا. بعد كده في عندنا اللي هو ايه الوسطي وفي عندنا مين الجانبي. مشي الوسطي برده اللي موجود في النص هنا والجانبي اللي موجودة هي على الجنب من ناحية الاخرى. طب ده اللي هو عشان كده قلنا ايه ربط صليب اللي موجود عمنا بالشكل ده. طب ايه بقى الاخر حاجة عندنا اللي هي الاوتار. قلنا دي نحة برضو نسيق ضم قوي. ودي بقى الوحيدة احنا كنا قلنا الباقي كله كان بيوبقى اي عزام مع بعضها. النمع دي دي اللي بتربط العضلات بالعزام عند المفاصل. طيب يبقى دي بتسمح بحركة عند انقباض ومبساطة العضلات زي وطر مهم ايه عندنا الوطر اخيل اللي هو بيصل العضلة التقومية اللي هي اللي عضلة بطن السق دي بعد مثل الكعب. طيب في حال التمزق وطر اخيل ده بيعملينها مشكلة كبيرة جدا. فبيكلم يقول لك ايه حال التمزق دي ايه سببها ايه اعرضها ايه علاجها. يبقى عندي ثلاث حاجات بنتكلم عنها في حال التمزق وطر اخيل. اسباب التمزق ان موجود لو عمل بزل مجود عنيف او تقلص العضلات المفاجئ او العدم المرونة في العضلات. العضلات اللي موجودة عندنا مش مرينة. ما بعملش انا تمرين وباجي مرة واحدة اعمل ايه مجود مفاجئ. طب ايه هي الاعراض? اللي اعراض بقى ايه تمزق وطر اخيل ده بعمل عدم القدرة طبعا على المشي. وبلاقي فيه سقل فيه سقل شديد في حرجة القدم. غير الالام الحد اللي ممكن ان تتسبب. طب ايه هو علاجها? ان علاجها عندنا ثلاث حاجات. اما بعالجها بالادوية المضدة الالتهاب بمسكينة عشان تسكني القلم لانه بيبقى قلم شديد. او بستخدم جبيرة طبية اللي موجودة عندنا. طبعا ايه لو كانت المورية بقى ايه كبيرة قوي. اوقاتها حصل يبقى ده بيبقى فيه عندنا ايه? التدخل جراحي. طبعا قلنا في الاحدث ايه? طبعا التدخل ده ما بيحدث ان ازا كانت تمزق الوطر ايه? تمزق الوطر بالكامل مش جزء فيه. ديه الاجزاء هميوجودة عندنا سادزة فيها ال ايه الهيكل فيه الانسان اللي موجودة عندنا سواء كان ال الموجودة عندنا ايه ال هيكل طرفي او هيكل بحوري او الحاجات الاخرى اللي بتشمله قلنا زي اللي موجودة عندنا ايه زي ما تكلمنا قلنا فى عندنا غدريف في عندنا مباصل فى عندنا عنبطة وفى عندنا ايه او طرق. طيب. نشوفكم بقى بخير ان شو الله مع حلقة هي لديها